موسيقى مشاهدي سبوت شوت أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج وجهة نظر ضيفي اليوم النائب نديم جميل أهلا وسهلا بك أهلا بك إستاذ عشان يعني سألتك قبل ما تجي عن احترازاتك الأمنية اليوم بعد سفة فيديو لمسلحين ملثمين عمي تلقونار بأحد الجرود على صور تعبيرية لرئيس حزب الكتائب ورئيس حزب القوات اللبنانية هل تعتبر أنه شبح الاغتيال لا يزال يلاحق نديم الجميل اليوم أو عائلة الجميل بشكل عام؟ أنا برأيي الشبح ما بحياته غيب يعني اليوم يلي قتل فيها رجميل بال2006 ويلي عمل كل الاغتيالات اللي عملها وبعدها الاغتيالات ماشي يعني يعتبر أنه آخر اغتيال طبعا محمد شطح مكان بعيد كتير يعني والتهديدات الأمنية والسياسية والتهويل يلي عم بينعمل اليوم والتعبئة الكراهية يعني عم تنعمل على السوشيال ميديا على بعض الفرقاء في لبنان أكيد هذا الشيء بخلي الواحد دائما ياخد حذره ودائما ما يستبعد يعني أنه بيقدر واحد يتصرف بطريقة غير أخلاقية وغير إنسانية بأي لحظة لا تستبعد أن يقوم أحد أو جهة ما باغتيال نديم الجميل لا سمح الله؟ بالنهاية هيدا احتمال موجود يعني خليني أقول من نتقلم معه بس أكيد في أوقات وثيرة في أيامات الوثيرة بتكون كتير عالية وأوقات كتير بتكون الوثيرة أقل اليوم بفتكر مع اللي عم بيحصل بالبلد والتعبئة اللي عم بتصير اليوم في شوية تشنج زيادة عن نظوم وفي اليوم يعني في تعبئة وكره عم نشوفه ما كنا نشوفه بالسجل شوفنا حطه علام إسرائيل عطول هناك محاولة لربط موضوع رئيس حزب الكوات ورئيس حزب الكتائب بموضوع إسرائيل لماذا يهدر؟ أنا برأيي لأنه دايما عندهم خليني يقول ضعف الحجة حزب الله عنده ضعف الحجة فدايما لما بدك تواجهه بمشروع يعني نحنا اليوم نقول إنه بدنا نضبط لحدود كرمال كرمال نحسن وضع اقتصادنا الداخلي ما نهرب لبرة شوفنا اليوم بموضوع الفراز إنه في أكتر من أربعين مليار دولار اليوم رحت للكهرباء جزء مننا أكتر من عشرين مليار دولار راحوا على سوريا تهريب فيول على سوريا هيدا الشي كان بيقدير يبقى بالمصاريف اللبنانية وكان بيقدير يبقى للشعب اللبناني مش ناكلنا عم نقول وقتها تبطوا لحدود بوقتها حزب نصر الله تهمنا أن احنا أخونا ونحنا عملة لإسرائيل ونحنا يلي بيطلب بيضابط لحدود هو عميل إسرائيلي فهيدا ضعف الحجة كل ما اليوم يتبين شي دايما بيحطوا العملية عن إسرائيل لأنه هن بالنسبة لأنون القضية الأكبر لأنون إسرائيل فكل شي مرتبط فيها يا أخي ما قلنا دخل ولا بإسرائيل وشي في عنا قضية اسم قضية لبنانية شو حشتك اللبنانية تعتني نتناقش نحنا وقياك فيها بس مرة تجي كل ما دق الكوز بالجرة لضعف حشتك تجي تكبنا بحضن إسرائيل إذا هلقدي مصرد تكبنا بحضن إسرائيل رح نصف بالآخر يمكن نضطر نتحالف مع الشيطان كرميلة نقدر نواجهك لأنه أنت اليوم عم بتسبب خطر على وجودنا وعم بتسبب خطر على هويتنا وعم بتسبب خطر على مستقبلنا بهيدا البلد لا تلغي فرضية اليوم إعادة تحالف نديم الجميل مع إسرائيل يعني هذه الأشياء اللي العذور عم تتهم فيها أول شي أنا شخصيا ما بحيث كنت متحالف مع إسرائيل لكن إذا اضطرك الأمر تعيد الكرر بما فعله ولدك ولا المشروع طبعا كان بهيدا المجال ولكن لما بوقتا الظروف قدت أنه اليوم فيه أو قاتل أو مقتول أو يعني صرت محشور بالزاوية لدرجة أنه مضطرت تتحالف مع مين مكان كرميلة تدافع عن حالك إيه إذا هيدا الأمر إذا هيدا الأمر رجع إن وجد إيه أكيد حتى لو اضطر الأمر أنه تتحالف مع إسرائيل بشكل صريح أنا ما بهمني مع مين بتحالف أنا بهمني اليوم ممكن تتحالف مع سوريا ضد حزب الله مين بيعري أنا اليوم مستعد أنا ما عندي عقدة تجاه حدا ما عندي عقدة تجاه حدا أنا اليوم بهمني وجودة هويتة المشروع الوطني تبعي الديمقراطية وحريتي حافظ عليها بهذا البلد وكل شيء بيخليني حافظ على هيدا الشيء أنا بستعد أعمله بس لا يمتبع أنه حزب الله اليوم هو يمكن العدو الأكبر لك في حين أنه إسرائيل هي العدو الأكبر لك مش عمبول أنه حزب الله هو العدو الأكبر أنا من أول الطريق بيعتبر أنه حزب الله اليوم بحاجة نتفاهم نحنويه على شو بده من لبنان إذا بده من لبنان يكون فلك إيراني أنا ما بقدر قابل هيدا الشيء أنا اليوم كلبناني كلبنان ككيان وكوطن نهائي لبناني أنا عندي دورة ديمقراطية لبنان بلد الديمقراطية الوحيد بالشرق الأوسط اللي عنده انتخابات حرة يلي بحافظ على الحريات يلي مؤمن بالحريات وبيحافظ عليهم يلي بيقدر يستوعب الفكر الحر يلي بيقدر ينتج فكر مستقل بكل الاتجاهات الفن تبعه فن رائع وممتاز ومبدع أنا بالنسبة لإليه هيدا البلد يلي بدي حافظ عليك بس أنت مفروض عليك محتم عليك اليوم تعيش مع حزب الله وتتقبل فكرة أنه في عدو اليوم على حدودنا وفي إرتكب مجازل حق لبنان أنا مستعد عيش مع حزب الله أكيد إذا حزب الله مستعد أيضا يحترم يحترم هوية اللبنانيين الآخرين ما بيقدر حزب الله يفرض هويته ورأيه ومعتقداته على بقية اللبنانيين ويعتبر إنه هيدا الشيء بيحصل مرور كرام حتى عند الشيعة حتى عند الشيعة حزب الله اليوم في أوقات كتير بيعتريد مع الوجدان الشيعة التاريخي اللبناني حزب الله اليوم مشروع categories، منه مشروع لبناني مشروع حزب الله مشروع إيراني منبسك من إيران منبسك من ولي الفقيه وما له جنسي العلاقة مع الشيعية التقليدية في لبنان بينا ننكر أن حزب الله اليوم حما القرى المسيحية وحما الوجدان المسيحي وحما الوجود المسيحي في لبنان من خلال محاربته إلى داعش والنطرة أو خلال مدافعته عن لبنان من خلال إسرائيل والأطمع الإسرائيلية أنا برأيي محي من شي، لبل بالعكس خوفهم وأكتار من اللبنانيين هربوا، مش بس المسيحيين، اللبنانيين كلهم هربوا من لبنان من ورا تصرفات حزب الله من السنة ومن الدروز ومن المسيحيين حتى يمكن مجزق معين من الشيعة اليوم حان الوقت إذا حزب الله بده فعلاً يعتبر إنه بدنا نعيش مع بعضنا بهذا البلد تعطى نشوف يا خي وين هواجزك وين مشاكلك وشو بدك تعمل بهذا البلد تعطى نشوف إذا نحن وياك فيها نتفاهم مع بعض، إذا منا نقدرين نتفاهم نحن وياك خلينا نلاقي حل ممكن يكون مئة ألف حل، بس خلينا نقعد، تعالي يا خير، شو بدك من هذا الوطن؟ أنا مني مستعد ولا نقص من حريتي، ولا نقص من ديمقراطية، من ديمقراطيته، ولا غير هويته ولا غير نمط حياة طيب إن باح صوت حزب الكتائب اليوم، وغيره من الأحزاب يقولوا إنه بدنا الطلاق مع حزب الله إذا بريضل هيك طيب لا تنازل عن الرئيس، ولا مستعد يتنازل عن سلاحه، شو بدك تعمل معه؟ حطل السياسة الآنية على جنب، أنا عم بحكيك اليوم عن مشروع كامل لحزب الله أنا اليوم إذا هيدا المشروع متناقض مع مبرر وجودة بهيدا الشرق، يلي أنا مرتكز مبرر وجودة على ثلاث نقاط أساسية الديمقراطية، الحرية، ونمط الحياة التبعي، إذا هول الثلاثة بدو يجي يضرب لي إياهن، أنا اليوم بطل في مبرر لوجودة بهيدا البلد، ففي خلاف جوهري بينه وبينه، وهيدا الشيء منه متعلق أبدا بموضوع إسرائيل يعني، لا خص إسرائيل إذا أنا عمدا في عن حريتها في لبنان، ولا خص إسرائيل إذا بدأ بلد ديموقراطية في لبنان، ولا خص إسرائيل إذا أنا نمط الحياة تبعي bounce garden وأي جزء حر وبدأ يكون عندك genuine اغراضي وأقصاد مزدهير وأي جزء عن شغل وأعمال وتجارة وأستثمارات بالبلاد، هذا ما خص إسرائيل ورب� свет يمكن أن هذا الشيء يأذي إسرائيل أو يجعل الإسرائيل تنقذ منه ليس فقط السواريخ الذين يخوفون إسرائيل فأنا اليوم، بالنسبة للمعركة، ليس لدينا معركة في وجه إسرائيل أنا اليوم أريد أن أقوم معركة إنسانية تجاهها وتجاه شعبها لتقوم هذا الشعب أريد أن أقومه من الوضع المزري الذي هو فيه بعدين أريد أن هذا الشيء يقوم بمصلحة فيتنام لأنه يستورد منه رز وبيعمل مصلحة المصر لأنه يستورد منه ما بعرف شو، هيدا غير موضوع بس هذا ما بدي أجي كل مرة أريد ما أعمل شيء يعني سوري يعني نكيب في مثل لبناني بيقول ما أريد فينا نقوله يعني نكيب شنطاني بشخفة يعني أنه هي العكس يعني بس أنه هيدا الشيء ما بتشوفه اليوم لكنه أنه اليوم هيك صارت يعني لأنه ما بدنا نعمل، لأنه ما بدنا نكون عم نخدم إسرائيل ولا شيء صفا ما نعمل شيء بقى بالبلد لبلد بالعكس من دمره ما فينا نكمل هيك اليوم هيدا الشيء ما بشوفه ضد مصلحة المسيحيين أولاً وضد مصلحة اللبنانيين بشكل عام أنت عم تجر الخطاب أو تجر المجتمع اللبناني لا تقول أنه أنا بدي فيق الشعب اللبناني أنت عم تجره لمجابهة حزب الله ونحنا مش قادرين نجابه حزب الله أنا عم بقولك اليوم بطريقة كتير بسيطة أنا عندي مشروع وطني وشروع لبناني يرتكز على الحرية والديمقراطية ونمط الحياة أنا بدي حافظ عليهم برموش عيوني بدي دافع عنهم وبدي حافظ عليهم هيدا هو مبرر وجود اليوم بهذا الشرق إذا اليوم حزب الله بده يتأطلم معي مستعد أن أطلق أطلم معه ونشوف شو الحل الأنسب يلي هو بحب يكون فيه لنقدر نتعيش نحنا وياه على هيدا الإطار وإذا لا فينا نلاقي متحل نحنا وحزب الله لأحد هذه الحلول يعني عم طرح اليوم مشاريع تقسيمية ومشاريع فدرالية مشاريع اليوم عم تنبع من هيدا الإطار أو عم بينحكي فيها لأنه في كتير لبنانيين وفي كتير مسيحيين عم بيجوا يقولوا أنه منا نقدرين بقى نتعيش مع حزب الله لأنه نمط الحياة تبعنا ونمط الحياة تبع حزب الله متناقض مع بعضه ما فيه اليوم عم بيجي حزب الله يفرض علينا هويته وعم بيجي يفرض علينا ثقافة حتى حتى منا ثقافة لبنانية منا ثقافة مناطقية خلي نقول هي ثقافة جاية من والد الفقير جاية يفرض علينا نعنا هيدا متناقضة مع الثقافة اللبنانية الشاملة مش المسيحية الشاملة واليوم أنا بيعتبر أنه هيدا الشيء خطير جدا هل كان خطأ عليكم أنه تشاركوا بحكومات مع حزب الله وتشاركوا بالاستراتيجية الدفاعية اللي بتقول جيش وشعب ومقاومة واللي قوامتوا الدنيا وما أعطوها بالكحالة هيدا السلاح هو اللي تشرع بالحكومات اللي أنت كنت فيها خليني أقول أول شي أنا أنا شخصيا نديم جميل حتى لو حتى وقته كان حزب الكتائب مشارك بتلات وزراء بالحكومة أنا معطيت السألة للحكومة من وراء هيدا الشهر يعني كنت بعتبر أنه الجيش والشعب المقاومة هي بداية لاتفاق قاهرة جديد وأنا برفض هيدا الشيء كليا فأنا عم بحكي عن حالي هلا ما في شي ببرر ولا جيش شعب المقاومة ولا الجيش بحد ذاته ولا شرف تضحية ووفاء ولا شي ببرر اليوم أي تعدي على المواطنين اللبنانيين اليوم اللي صار بالكحالة خطير جدا مش من باب وهايدا ما حدا حكيها مش من باب أبدا أنه صار في قواس وصار في أطلاق نار وأنه هيدا الشيحنة وكأننا بنا نشوف شو فيها وما فيها يمكن معهم حق حزب الله أنه ما خاصهم المواطنين يعرفوا شو فيها به هيدا الشيحنة شيحنة خاصة على رأسي وعيني أنا بدي المحل المشكلة غير محل أنا بعتبر اليوم أنه حزب الله عنده مسؤولية مضاعفة بموضوع الكحالة لأنه هو عارف أولا أنه عم بيشحن بضاعة حساسة إذا لا ما كان فيها مواكبة لأشو كان في مواكبة لأنه فيها بضاعة حساسة إضافة إلى ذلك أنت اليوم لما تكون مواكبة شحنة أو تكون مواكبة أي شخصية أنت عليك تعرف تتصرف بحالة توقع معك إشكالي هم لا يعرفوا يتصرفوا اليوم الإطلاق الناريا اللي صار و بداية الإطلاق الناريا اللي صار هي عدم مسؤولية حزب الله والخطأ والخطأ أخطأ إضافة من قبل حزب الله لأنه هو ما يعرف يتصرف مع هايك حالة بهيك حالة انت اليوم شو البروتوكول تبعك بتتلفين للجيش انت بتطلق النار أنا براقي صار فيه إرباك كتير كبير عن عناصر حزب الله يلي بيتحملوا مسؤولية خطأهم بطريقة هقلة لأنه ما عرفوا يتصرفوا بحالة صار فيه هيك مفروض يكونوا عارفين مفروض يكونوا مدربين ومفروض يكونوا عم بي يعني عندهم بروتوكول للتصرف عنده يحصل هيك حادثة الجيش اللبناني أخطأ برأيك أو تعيد تجديد هيدا المواجر؟ أنا بعتبر أنه جيش اللبناني أثر كتير بحادثة بحادثة الكحالة كان مفروض يوصل بظرف أقل من ساعة أقل من ساعة ما أنه بعيد أبداً عن الكحالة الحزمية ووزارة الدفاع ما أنه بعيدة أبداً مخابرات الجيش امتلاهية الدنيا واللي فهمتوا أيضاً أنه تبلغوا إيهات الجيش والمخابرات تبلغوا بطريقة سريعة جداً من قبل حزب الله أنه صاير معهم حادثة هني أخذت معهم أربع ساعات لا يتصرفوا هيدا الأربع ساعات أنا برأيك في حدا بيتحمل مسؤولية بس اليوم كمان المطلوب منك تتحمل مسؤولية وتعتذر من الجيش على هيدا الاتهامات لماذا بدأ يعتذر من الجيش يعني شو كان المطلوب من الجيش يعني يعطي الإسلاح لكحالة ليش الجيش اعتذر من أهلي الكحالة لأطلاق النار ياللي صار؟ الجيش لو تصرف بأول ساعة لما أقول بأول نصف ساعة لو جيش تصرف وطلع بأول ساعة على الكحالة لم يكن تحدث كل هذه الأشكال لم يكن تحدث هذه الأشكال لم يكن تحدث ثلاث قتلين اليوم الجيش تأخر وأكثر من تأخر البيانية التي تأخر من قبل الجيش أنه هذا أحد يحدث لا، لم يكن أحد يحدث أنت عارف تماماً أنه البلد عكاف عفريت وأنه عارف تماماً أنه اليوم عندك عندك ناس مسلحة عم تنقل السلاح ممكن تسبب خطر وممكن تكون عم تسبب مشكل بالبلد، أنت إجاك خبر أنه هذه الشحنة لحزب الله، مفروض تتحرك بالتكي زيته بغد النظر بعدين نتحيسب نحن والجيش إذا هذه الشحنة حماها أخدها هو، ردها لحزب الله عمل فيها اللي يريد يعمله وهذا أمر آخر هناك مشهدين اليوم مشهد هو كيف تصرف حزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية واللي عم يقولوا أنه استثمروا بهذه الحالة المشهد الثاني هو كيف تصرف طيال وطني الحر بناحية أنه نحن في هذا الطرف الولد ما عندنا عايش حنوية خير نرجع نعيد الإزدهار لإنه بدنا نتعيش معه بس ما حدا ما حدا عم بيجي يقول أنه تعايش بمر بإطلاق النار على المواطنين هيك بس كمان ما حدا بيقول أنه أنت تحرد على جهة ما في لبنان اليوم هي أنتوا تسببتوا بهذا الاشياء كيف أنا أشك بسبب هذا الاشياء يعني هذه اللهجة اليوم وهذا التحرير وعد شاحنة أخي وعد شاحنة نزلوا عناصرها، ما عارفوا يتصرفوا تلبكوا، خيريوا تحتون ما بعرف شو صار فيه، ما عارفوا تلبكوا كله نسوا طفى بالآخر لما تلبكوا أطلقوا النار لأنه ما بعارفين شو بدون يعملوا غير هيك اطلاق النار أدى إلى اطلاق نار مضاد وصار نزل قتلين طب لا برأيك، رئيس أمين الجميل لا برأيك كان ممتعد كان في عنده تحفظ وكان في عنده انتئاد لأداء رئيس سامي الجميل بخصوص ممكن هذه اللهجة أنا ما سمعته صراحة ما سمعت أبدا ولا انتئاد ولا تحفظ من قبل الرئيس الجميل بهذا المجال انه هدا الخطاب يودي بلبنان إلى مواقع اللات تحمد عقبان بس يلي تبلش هيدا المشكل هو حزب الله يلي تصرف اليوم بالشارع هو حزب الله يلي تعدى علينا ويلي كان عليه مسؤولية لأنه هو عارف هو أصلا عارف شو فيه وهو دا هو اخذ المبادرة وهو مسيطر على سلاحه وهو مدرب لهيك حالات إذا ما عرفت تتصرف عليك مش حالية اليوم حزب الكتائب يدعو إلى التكاتف وتشكيل جبهة وطنية شاملة تعمل على إسعادة لبنان ومؤسساته بكل الوسائل السلمية المتاحة ويدعو المجتمع الدولي إلى مؤذرته في مهمته اليوم انتو عم تقولوا السقف سنرفعه إلى أبعد الحدود ولن نستسلم اليوم في أنه موضوع ملف رئاسة بدو ينحل نحن عم نحكي بهذه اللعجة لأنه اليوم أنا برأيي الرئاسة ما بتنحل إذا ما نحل المشكل بالبلد في مشكل كبير بالبلد هيدا المشكل إلو علاقة بفكرتين لهيدا البلد بفكرة ديمقراطية وحضارية ومنفتحة للعالم العربي وللدول كلها وفي فكرة معينة لهيدا البلد يلي هو التكاوكوع الإنعزال الحرب الساحة المفتوحة للبنان والحرب المطلقة هيدا فكرتين للبنان مختلفة مع بعضهم بغض النظر عن رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية رح يجي نوع من حكم بين هيدا الفريقين أنا اليوم بعتبر إنه هول الفكرتين للبلد ما ممكن يتأقلموا مع بعض تعود نحل المشكل الجوهرة بين بعضنا ونشوف إنه يخي أي لبنان بتكون إذا ملنا قدرين نتفق على إنه لبناننا هو شبيه بلبنانكم وممكن نلاقي قواصم مشتركة بين بعضنا لبعض خلينا ساعة نروح على غير مشروع نفكر بغير لبنان ما هو لبنان الذي تراه اليوم؟ لبنان أشير للشميع أنا اليوم صراحة راضي بلبنان الطائف أنا اليوم راضي بلبنان اللامركزية أنا اليوم راضي بلبنان يلي كل الميليشيات بتسلم سلاحة أنا اليوم راضي بلبنان فيه مجلس شيوخ ومجلس نيابة أنا اليوم راضي بالمناصفة أنا اليوم راضي بالديمقراطية اللي مأمنتها هيدا الدستور أنا اليوم راضي بلبنان كما هو اليوم أو كما كان مش كما هو اليوم كما كان من خمس سنوات أنا راضي بلبنان متل ما كان قبل ما نحكي بالنظام قداس شهداء المقاومة التي تقيمه القوات اللبنانية الأحد المقبل هل ستشارك فيه؟ أكيد ورئيس حزب الكتائب سامي لشميل؟ بفتكر بعيد ممثل بس ما في شي غلط بالموضوع؟ ممثل؟ كمان يعني بعض العلاقة كيف نفتح الموضوع على العلاقة مع القوات والكتائب؟ هيدا فيه صراحة يعني أسباب أمنية وسياسية وخاصة أمنية بفضل ما أدخل فيها بس أنه أكيد سامي يعني رئيس الحزب رح يكون ممثل رئيس الحزب والمواب كلهم تبع الحزب طلعين وهيدا أمر هيدا أمر يعني مفضل ما نحكي فيه بهيدا الوضع العلاقة مع القوات اللبنانية كمان بتفضل ما نحكي فيه؟ لا 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 العلاقة مع القوات اللبنانية ممتازة فيه اجتماعات متكررة فيه اجتماعات مستمرة أسبوعية وغيرها وفيه تنسيق كامل وبفتكر نحن وياهنا على أقصى مرحلة التنسيق يعني فيه خطر أمني على سامي الجميل عم نقول خطر كبير يدعو إلى عدم التحرك فيه خطر أمني على أكتر من الكياديين يوم البلد شو بيقصد بقى يكون عم بيقول الكتائب نزل على الأرض وبلش الاستعداد لشو؟ العالم كلا جاينات عم بسأل لشو؟ بقتتسلحوا عن كل سلاح كي بقتحموا حالكم؟ مش بالضرورة اليوم كان فيه شمول معين بآخر فترة معينة سببها يمكن كل الأوضاع اللي ما رأنا فيها من الألفان من انفجار المرفع إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلى موضوع الانتخابات وهايك ولكن اليوم بفتكر صار حين الوقت أنه المشكل الأساسي اللي هو موجود اليوم بالبلد بأي لبنان نريد بدنا نحله قبل ما نعمل أي شيء آخر وهيدا اليوم بيقتضي أنه نرجع نعمل تعبئة كتائبية تعبئة تعبئة وتواصل مع إذا بدك الأرضية طبعاً وهيدا الشيء بحاجة أنه نرجع يكون فيه اندفاع كامل من قبل كل الحراك السياسي هل تسعى يومنا الجميل اليوم لبنائزة عامي جديدة في عزب الكتائب أو انطلقت بفكر جديد؟ مش بفكر جديد برأي سياسي مختلف مش قلق يعني بفضل لتدعيها رأيك بالموضوع أنا برأيي نحنا بنتكامل كلياً بالسياسة والتعاطي الوطني وما في أي مشكل بهيدا الإطار وما بفتكر حداً بفكر يتميز اليوم بفتكر كلنا عنا مصلحة هيدا البلد ومصلحة هيدا المشروع الوطني وكل واحد بياخده من زويته بس ما معناته أبداً من هيدا الشي في تنافس ما معناته أبداً من هيدا الشي في تضارب الأفكار نديم الجميل اليوم معقم ضد توسيع مهام صلاحيات الأليونفل على الجنوب اليوم بتعتقد أنه هي إعادة سياغة مسودة القرار الأممي اللي كانت عاملته فرنسا بطريقة تاني اليوم ما خلفياته برأيك أولاً يعني تمان نفوت كتير بالتفاصيل ونغوص فيه قرار ألف وسبعمائة وواحد بدنا ننفسه وما تنفذ واضح أنه ما تنفذ تبين مبارح بالكحالة أنه ما تنفذ تبين مبارح لما أطلقوا الصواريخ بجنوب كمان هذا القرار ما كان منفذ شفناها لما الفلسطينيين أطلقوا الصواريخ كمان على إسرائيل أنه هذا القرار ما أنه منفذ اليوم حان الوقت أنه إن كان الجيش اللبناني إذا جيش اللبناني ما أنه قادر يقوم بهذا المهام فيه كوى اليونيفي المفروض هي تقوم بهذا المهام تضبط العملية كما قرر الكرار ألف سبعمائة وواحد ويلي مؤقع عليه لبنان ويلي مؤقعين عليه كل الفرق إذن مع التوسيع صلاحية المهام؟ أنا مش ضروري مع التوسيع أنا مع تطبيق الألف سبعمائة وواحد واليوم كان فيه كرار اتاخد سنة الماضية كل العالم مشيت فيه خليل نكمل عليه وما في لزوم يعني اليونيفي اللع تتجدد سنوياً نخلي هيدا الشي يستمر كمكان ما في ضروري أبداً اليوم نلعب بصلاحيات اليونيفيل بس الهدف اليوم من توسيع صلاحيات اليونيفيل هو قدرتها أو التعزيز قدرتها على تطبيق القرار سبعة عاش سفر واحد أكيد أكيد بضمن صلاحياتها اليوم قادرة هي أنه تعمل شي بالجنوب؟ أكيد إذا منا قادرة ومعنا صلاحيات ساعة خلينا بلا كلفتهم وبلا دورهم وبلا ما يكونوا موجودين وبلا عبقتهم وبلا ماشي كلهم وبلا ما نحمل تقلل كلمة مثله واحد نشوف كيف بدنا نراضي الدول الأجنبية وكلمة دي تعدوا على سيارة نشوف كيف بدنا نرقي على الأمم هذا وهيك كيف إذا بكرة توسعت صلاحياته هون عم يتعمل معهم كجواسيس هون يريدون أن يكون جواسيس لصالح إسرائيل القرار تبع سنة الماضية يلي عطى صلاحيات للأمم المتحدة على فترة 2023 هو ذاته اللي اليوم عم يتجدد وهن هيدا اللي رفضينه مش إنه شايخ مش إنه عم بيوسعوا صلاحياته إضافيا يوم عم بيرجع ويصوتوا على نفس الصلاحيات اللي كان عنده إياها كان عنده إياها اليونيفيل بالالفين واتنينة وعشرين خلينا نكمل مثل ما هو ما في رزوم اليوم نفوت بكل هالاشتباكات وإذا ما يعتبرين إنه اليومي في المقرة طامة يخي فللون يخي بلا تقلون وبلا مشكلون وبلا يساعدوكم بمدرسكم ويساعدوكم ويتورو الاقتصاد طبعكم ويشغلو ما بعرف كم واحد بجنوب خلص خليم هل تجد أنت لقوات دولية اللي حتى تساعدك على يمكن التخلص من سلاح حزب الله؟ أم أنت لحالك قادر بلبنان بإمكان ثورتك اللي عم تكون فيها؟ الأمم المتحدة واليونيفيل صار لها بلبنان أكتر من أربعين سنة وبفتكر لبل بالعكس ساعدت لتطوير سلاح حزب الله مش لضعفه يعني وبفتكر أكتر من مستفيد من اليونيفيل هو حزب الله هل تؤيد مشروع المنطقة الحرة اللي عم يتنطرحه بالكونجرس الأمريكي؟ أو حتى الفيدرالية اليوم بشكل عام بكافة صياغة؟ لك أنا مني مع أنه نطرح مشاريع خليني أقول حل جزري أنا مع أنه الحل يكون في أي لبنان نريد وبعدين من لقي له أي وسيلة بدنا نطبع كيف كيف بك توصل لهذا الحل؟ أو يعني تعد مع حزب الله وتناقش نفيه؟ فين يقعد مع حزب الله وشو بيبين معك بنهاية؟ فين يقعد مع حزب الله وناقش أنا ويا إذا مستعد يناقش بس إنه إذا اليوم مش حشتك المرة إنه تخوين وإسرائيل وما بعرف شو يخي إلا أنا لبناني وعراس السطح ولبناني أكتر منك ولبناني منذ أكتر من ستة آلاف سنة وحافظ على هيدا الأرض وبدأ يحافظ عليها وبدأ يعيش فيها إن كان جاري فلسطين أو إن كان جاري سوريا أو إذا كان جاري إسرائيل أو كان جاري ما بعرف مين أنا اليوم بدي يعيش بهيدا البلد بحرية وكرامة وعنف وين وبنمط حياة أنا بدي يقرره أنا 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 نمط الحياة تبعي اليوم اللي عم ينفرض علي مختلف كلياً عن نمط الحياة يلي اليوم عم بيجرب حزب الله يفرض علي وبالفعل حزب الله اليوم كمان طريق التفكير وهو موجود بمطرحة تانية مختلفة تماماً عم تقوله حضرتك اليوم عم نسمع السفير الإسرائيلي السفير الإسرائيلي باللومان المتحدة عم بيقول بأنه تلقى بيب تقترب من شن عملية عسكرية على لبنان إذن ما موقفك سيكون بالحالة في حرب تعم تحكي بعالم تاني اليوم أولاً إذا صار في أول شيء يعني بتتعلي على هذا التصريح بالذات الحرب هي على لبنان مش على حزب الله واليوم أنا وقت إذا فيه إذا فيه قصف على لبنان أنا أنا باعتبر أنه لبنان عنده حق الدفاع المطلق ولكن مش حزب الله اللي عنده حق الدفاع المطلق اللبناني اللي عنده حق الدفاع المطلق الجيش لبناني عنده القدرة على مجهزة إسرائيل اللبنان عندهه حق الدفاع وإيه جيش عنده إذا بده الجيش أو إذا عنده القرار عنده قوة الدفاع إذا نستطيع تصتغير إذا أنت في أي ح функبير على لبنان ستكون الى جانب حزب الله بهذا المجرد. مش بقيل ابدا مش الى جانب حزب الله. انا برفض اليوم ان حزب الله يفوت بمعركة. انا برفض ان حزب الله هو يكون عم بجرني على معركة. لانا اليوم مشكلت اليوم مع اسرائيل في نحلة بمية طريقة. مش مضطر ابدا يكون عندي صواريخ وتهديد وعمل حروب لحلة مع اسرائيل. حاو تبين الحدود البحرية واليوم توتال جيه وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� تابلشو يشيلوا الغاز. طيب. هيدا الشي تم شو بسلاح يعني او بمعارك تمت بالبحرية كرمالتي يحددوا الحدود. اجه وصار في اتفاق وافق عليها حزب الله وصوت عليها ومضي عليها ومش فيها لبنان كله سوا. اليوم اذا في مشكلة تتعلق بترسيم الحدود اللبنانية الاسرائيلية في مية طريقة فينا نحلة فيها. اذا في اليوم مشاكل بيننا وبين اسرائيل في مية طريقة نحلة فيها. مش ضروري اليوم نخرب كل اقتصادنا وندمر العدو وندمر حالنا. كرمالتا ما نحصل على شي. بالالالفين وستة اعتبروها انتصار كتير كبير. اي انتصار. دمرنا يمكن خمسة بالمية من البنية التحتية تبع اسرائيل برافو عليهم. بس اتدمر اكتر من سبتين بالمية او سبعين بالمية من البنية التحتية اللبنانية وخاصة من اقتصادنا. وفي اكتر من مية الف شاب وصابية هاجروا لبنان. ومن وقتها يمكن رجع منهم عشرين او ثلاثين الف والباقي كله بعدهم هاجر. هيدا الشيء يكون لمصلحة مين؟ مين المنتصر الاكبر. بس كمان المنتصر الاكبر اليوم تكون انت عم تنتصر على بترسيم حدودك البحرية اليوم. يكون عندك ورقة التفاوض قوية. هيدا الشيء ما بيعطيك هيك جرعة دعم. يا خي. ورقة المفاوضات بقدر لقيها بمية طريقة. مش ضروري ابدا ورقة التفاوض تمرق بالكحالة ولا تمرق بنيترات امونيوم ببار بيروت. ولا بتفجير مرفق بيروت. ولا بالحدود الفلتانة مع سوريا. ورقة التفاوض كلها هيدا ما بتصير. انت تقدم اليوم عفوا على المقاطعة. ولا حتى. ولا حتى باختيال الحصرونة بالجنوب. ولا حتى باختيال جو بالجانب بالكحالة. هيدا كله ما في لزوم لقلو. هيدا كله ما بيهدد اسرائيل. وهيدا كله ما بيجي تيك ورقة التفاوض مع اسرائيل. انت اليوم تقدم مشروع يمكن الحل نشوف حل حزب الله او الحل مع حزب الله. وبنرجع بعدها نشوف الحل لموضوع الرئاسي. هل هي يعني هيدا الموضوع بيبشر انه نحنا رايحين لفترة فراغ طويلة وكبيرة جدا. ولا نحنا معقولة نرجع نعمل تسوية وتنفرض علينا من برأيه. انا برأيه افضل يكون في عنا نحنا بهيدا نكون بهيدا الصراع ونحله مرة نهائية من ما نجي نمدت نأجل المشكل ونجيب رئيس ويكرس المشكل او يكبر المشكل او يكبر الشرخ وهيدا الشي ما يودى الى نتيجة. خلينا نحل المشكل اليوم. في اسلامية الفرنجية اليوم بعضو موجود ومرشح اساسي اليوم. تعتبر انه له حظوظ بلوصول الى قصر بعبدالة وقصف. انا برأيه اليوم اسلامية الفرنجية عنده اكتر الحصوص. اليوم وبهيدا الوضع يوسطانيل الفرنجية عنده اكبر الحصوص لانه ما في ملشح تاني بيبليو. لانه ما في مشروع حملينه في حملته المعارضة. وهيدا اللي عم صالي اكتر من 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 اشهر عم españolيے مافي مشروع حملت المعارضة لا تواجه مشروع حزب الله. انا اليوم بحاجه لمشروع اسمه اربعتعش ازار. اسمه بناء الدولة. اسم الدولة الحرة. اسم الدولة الديمقراطية اس اسمه لبنان الثقافة. اسمه لبنان الثلاثة واربعين. اسمه الصيغة. اسمه الطائف. قل له سميه اللي بدك. بس لازم يكون عنا مشروع. وهيدا الرئيس يحمل مشروع حقيقي. لا يرجع يوقف لبنان على اجريه. هيدا المشروع هو مشروع سلام. مشروع ديموكراطي. مشروع حرية. مشروع دولة قوية. دولة هي بتتصرف متل ما هي بدها. مش واحد بيملي عليها. ولا يغير بند من بنود الاتفاقية الدولية. ولا واحد يملي عليها. اذا لازم يعمل حرب اليوم كونية على المثليين او على الشذوذ. ولا واحد يجي يملي عليها اذا لازم يعرضوا فيلم او لا بالسينمايات اللبنينية. ولا واحد يجي يقلنا اذا بيرضى او ما بيرضى يسكر الحدود مع سوريا. ولا واحد يجي يقلنا انه عودة السوريين والنزحين الى سوريا خط احمر او لا. والتصرف مع النظام خط احمر او لا. هيدا كله مرفوض كليا. انا اليوم بدي دولة قوية. نرجع نبنيها على مؤسساتها. على 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 رجاله الحقيقية. وخلي كل واحد بالسياسي يعمل اللي بده ايه. معقول انت انتخب نديم جميل معقول انتخب قائد الجيج جزافحون في حال تم التوصل لتسوية اه يكون هو اه المرشح الاساسي لا لا. كل كله هو وارد اليوم بهذا الظرف اللي احنا فيه كله هو وارد قبس على كل انقبل اه. يعني ما عندك مشكلة انتخب قائد الجيج جزافحون. انا منع مع انتخب جزافحون. انا اليوم جربت التجربة العسكرية وشوفت انه هيدا التجربة العسكرية اليوم بالنظام الليبناني فشلت. وعلى كله اذا بدنا ننتخب جزافحون رئيس الجمهورية انا مع انه فرد مرة انه نهائيا نعدي للدستور الليبناني ونقول انه كل قائد جيش عنده 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 نهاية رئيس الجمهورية. هو صفه هو رئيس جمهورية. طلقايا بدون ما نفوذ بهذا معنى مع معنى الفراغ ومع مع معنى مع معنى الفوضى. خلص كل قائد جيش يعمل رئيس جمهورية. تعتقد من هون لنهاية 2023 رح يكون فيه رئيس؟ او مطولة للصال حتى. انا شايفها مطولة صراحة الا اذا صار فيه تغيرات تغيرات جزرية اليوم بالاقليمية وداخلية. بس انا اليوم مني شايف انه جبهة المعارضة مستعدة تمشي باسلامين فرنجية. ومني شايف انه عنده حتى بديل عن اسلامين فرنجية. يعني البديل الوحيد الجده اللي كان عنده نياه صراحة كان اسمه ميشيل المعوض. الباقي كله اللي حلق اليوم بعد ما في بديل جده من قبل المعارضة لتواجه مشروع. مش بس شخص اسلامين فرنجية اللي ما عندي مشكل معه ابدا. بس تتواجه مشروع حزب الله يلي هو السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة. السؤال على الهامش هل تؤيد اليوم يمكن اعطاء الحرية المطلقة للمثليين وعدم التعرض لهم ويمكن تأييد ما يقومون به. انا بأيد حرية الشخص الفردي لكل واحد. هلا بعدين يعبر عنا بالعلن ويصفي عم بيفرضه على الآخر وعم بيروجه وعم بيعلمه وعم بده يفرضه على الآخرين. اكيد انا برفضه هيدا الشيء. بس بعدين كل واحد حر هو هو واحساسه الداخلي. يعني ما قلي معه ولا قلو معي. بس ما قلو معي. مش يجي يفرض علي ولا يجي يعتبر انه بده يعلمني اياها وبده يفرض علي. مثل ما ما برضه انه حدا يفرض ثقافته علي. ما برضه اليوم انه حدا يجي يتصرف بفوقية او بفرض بهذا الامر. يعني في حال اليوم كان في حدا قريب منك اليوم اتخذ هذا الخيار ستسمح له ولن تتعاطى بهذا الشأن. اكيد. انا بعتبر انه هذا منه خيار. هيدا مش واحد عم بيختار اذا بده يكون هيك او لا. هيدا بينبع من بداخليته. وانا برأيي هيدا هو حر يعمل بده ايه. بس مهم ما يتعدى على حدا. ولا يفرض هيدا هيدا التصرف علي حدا. اليوم نديم جميل ماذا يفعل لبيروتهم. هو سؤال اليوم النواب بيروت ماذا يفعلون. او اللي الاشرفي ولي بيروت بشكل عام. نحنا نحنا اشتغلنا على ثلاث على ثلاث اعمدة اساسية. اولا موضوع الامنة يلي هي جربنا قد ما فينا نخفف من السرقات ومن من 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 الارهاق. مش خليني اقول مش الارهاق بس من الجو العاطل بالبلد وكان في خوف كتير كبير انه العالم تظهر بالليا. يلي وانما هونالك فعم اشتغلنا على موضوع الامنة. هوني بحب اكد انه العناصر طبعا ما بحياتهم تعاطب بمع حدا بولا شاء يتعلق بحريتهم الخاصة. ما انهم دخل يطلبوا من حدا هوية او يوقفوا حدا او يهايد انما هونالك. ولكن فقط شغلتهم هن كانت مراقبة. واذا في صار في سرقة او شي يتدخلوا ويسلموا هيدا الامر لكوى الامن او لجيش. وكنا على تنسيق كامل مع كوى الامن والجيش. وان شاء الله هلق نرجع بالمبادرة الجديدة كمان نطلع بدرجة بهذا المجال. ونكون عم ننفذ امر مختلف كليا. الامر الثاني هو موضوع الصحي. اعتبرنا انه اليوم في مشكلة كتير كبيرة. ما بقى في ضمان اجتماعي. ما بقى في وزارة تغطي. الانشورنس او التأمين كتير غالي. فاطلقنا نحنا اليوم معا شما احد شركات الوسائط التأمين اللي هي كومين. مع اشرفية 2020. اطلقنا مشروع لا اعطاء فرصة لكل اللبنانيين. ليعملوا تأمين باسعار كتير مخفضة. ما قدرنا نعملها ببلاش لانه اكيد هاي دي شغلة مكلفة. ولكن اليوم محل ما تدفع الانشورنس طبعك 1000 دولار. فيك تدفع اليوم ب250 مقصة طالع ثلاث دفعات. بعدتلك هلأ الورقة اذا بتحب تبرزها كمان للأهالي. هاي دي شغلة منا بس نتعلق بالاشرفية. متعلق بكل لبنان. نحنا هدفنا انه نقدر نساعد اكتر عدد ممكن من اهالينا. نقف الى جانبون. اذا منا قدرين نعمللون ايها ببلاش او على طبق من فضة بالقليل. نقدر نخففلون اسعار ليقدروا يامنوا ضمانون. يعمنوا ضمان ولادون او اهاليهم او ما هنالي. حاليا بس تاستبق الامور. حاليا العمر وصلين عليه هو سبعين. عمر السبعين. ولكن بفرصة كتير قريبة يمكن من هنا الاخر السنة او ببداية السنة. يمكن نطلع حتى الـ 80 او 85. ولكن لا حديد هلا الاعمار اللي قدرين نخذها هي لحديد السبعين سنة. موضوع التالت او اذا بدك الركيز التالت اللي عم نشتغل عليها هي موضوع التربية والمدرسة. ومتل ما بتعرف اليوم المدرسة كتير صعبة وفي كتير اهالي عم تشتغل لبعض الظهر. ما بفيها تظهر تجيب ولادة من المدرسة عدسة عددتان او ثلاثة. فاليوم اللي عامنين هي مدرسة ما بعد المدرسة اسمها مكتبة. بقلب الأشرفية عم نقدر ندعم فيها تقريبا اكتر من ستين وسبعين ولد. نقمن له كور من بعد المدرسة لحديد ستة سبعة. اللي يقدروا بعنين اهاليهم يجوا وقتا يخلصوا شغلهم يجوا ياخدون. وهلأ عم نطور كتير بعد الأعمال الاجتماعية اللي عم نشتغل عليه. يعني نقدر نعبي كل هالفراغات اللي موجودة بالبلد. اليوم بذكرى استشهاد بشير الجميل بـ 14 قيلول صرنا قراب. شو حب تقول بهذه الذكرى؟ بدي اقول انه بهيدا الزمن بـ 23 قاب 1982. بشير وخاصة الظرف يلي كان حواليه وخاصة كامل الأسعد يلي من قديله التحية. برهنوا على شغلتان أساسيتان. أولا استمرارية المؤسسات وتداول السلطة. كامل الأسعد رغم كل التهديدات اللي عملها عليها حافظ الأسد بوقتها. حتى ما يصير في انتخابات، أصر انه يعمل انتخابات ليأمن استمرارية المؤسسات وليأمن الديمقراطية في البلد. وهيضا الأمر يلي اليوم نحنا بدنا ناخده معنا الأعتبار ويلي لازم نحافظ عليه. وكنت بتمنى اليوم لو نبيه بره بياخد مثال كامل الأسعد وبيعمل انتخابات مفتوحة وبيضعي لجلسات. ونقدر فعلا نوصل لانتخابات ونحل مشاكلنا بقلب مجلس النيابة. ما نحل على الأهلام وما نحل بسفرات وما نحل بكواليس ونحل بقلب مجلس النيابة. ونكون نحنا رجدين لتحمل مسؤوليتنا بهذه الدولة. النائب نديم جميل شكراً لوجودك اليوم. شكراً لألك. مشاهدي سبوت شوت هيك ممكن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. بتشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة قلب ίقو المتابعة وغائل بظناء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قديم ترجمة نانسي قنقر